افتتح اليوم نائب رئيس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله ووزير السياحة المصرية يحيى راشد المعرض المصرية البحرينية المقام بالمنامة والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة ثمانين شركة مصرية في مختلف القطاعات الصناعية وقال نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني أن مصر على رأس أولويات بلاده وأنها على قمة استثمارات المملكة الخارجية وأضاف أن بلاده تدرس حاليا المشاركة بقوة في المشروعات التي تطرحها الحكومة المصرية وعلى رأسها محور قناة السويس وحول ملف السياحة أعلن أن هناك مفاوضات جادة تجرى بين القاهرة والمنامة لتدشين خط طيران سياحي مباشر مع القاهرة لتنشيط حركة السياحة إلى مصر خاصة إلى شرم الشيخ وجنوب سيناء